مهتم بتعلم اللغة الألمانية عن طريق قصص قصيرة؟ هذا الفيديو لك تحكي القصة عن ماكس الذي يتحدث عن عائلته وعن اهتماماته وتفضيلاته لكي تتمكن من التحدث بكل ثقة عن الأشياء التي تحب فعلها أو هواياتك أو الأشياء التي تفعلها في وقت فراغك والأشياء التي لا تحب فعلها تابع معي القصة ماكس وإهتماماته الإهتمامات أنا أدعى ماكس أو أسمى ماكس فعل تعبر من خلاله عن اسمك أو ماذا تدعى wie heißt du تقولها لشخص لتعرف اسمه wie heißen sie بصيغة احترام wie heißt du wie heißen sie ich lerne gern Deutsch يعني أنا أحب تعلم اللغة الألمانية lernen فعل معناه تعلم ما يتعلم gern أو gerne تستخدمها في اللغة الألمانية مع الأفعال لكي تعبر أنك تحب أن تفعل شيء معين مثلا ich spiel gern fußball ich mal gern يعني أنا أحب لعب كرة القدم أنا أحب الرسم spielen فعل معناه لعب يلعب malen فعل معناه رسم يرسم meine schwester hat zwei kinder أختي عندها طفلان ihr zon paul ist mein nef يعني ابنها paul يكون ابن أختي der nef وهو ابن الأخ أو ابن الأخت und ihre tochter Anna ist meine nechte وابنتها Anna تكون ابن أختي die nechte وهي ابن الأخ أو الأخت der sohn هو الإبن die tochter هي الإبن der neffe هو ابن الأخ أو ابن الأخت die nechte هي ابن الأخ أو ابن الأخ sie leben seit einem Jahr bei uns يعيشونا منذ سنة عندنا seit einem Jahr يعني منذ سنة das Jahr هي السنة ein Jahr تصبح einem Jahr في الضاتف لأننا عندنا حرف جرزايت bei uns يعني عندنا في منزلنا uns دا مير شخصي نحن في الضاتف weil er man gestorben ist لأن زوجها مات الفيل gestorben يعني مات أو توفى نستخدم معه الفيل مساعد sein ist gestorben meine schwestra ist jetzt vervetvet أختي الآن armela vervetvet صفة تصفو بيها شخص ما armel meine groß Eltern يعني أجدادي die groß Eltern der groß Vater يعني الجد و die groß Mutter هي الجدة haben drei Enkel und eine Enkelin عندهم ثلاثة أحفاد وحفيدة der Enkel وهو الحفيد وفي الجمع تبقى نفسها die Enkel die Enkelin وهي الحفيدة die Enkelin في الجمع يعني الحفيدات Mein groß Vater ist vor einigen Jahren gestorben لقد توفى جدي قبل بضع سنوات vor einigen Jahren تعني قبل بضع سنوات Und meine groß Mutter vermisst in sehr يعني وجدتي تشتاق إليه كثيرا الفعل vermissen يعني اشتاق يشتاق هو فعل plus accusatif لهذا السبب عندنا سي ليبت allein in einem kleinen house تعيش وحدها في منزل صغير leben in حرف جرئ يكون plus datif عندما تعبر أنك تعيش في مكان ما إش ليب in einem house أنا أعيش في منزل إش ليب in اينا ونو أنا أعيش في شق إش ليب in اينا شتات أنا أعيش في مدينة إش ليب in اينا مدينة أنا أعيش في قرية إش شبيل غير غيطار أنا أحب العزف على الغيطار غيطار شبيل وانا تحب أو تعجبها كثيرا الموسيقى الفعل موغن هو فعل تلوس أكوزاتيف تستخدمه للتعبير عن تفضيلاتك أو إعجاباتك بأشخاص أو أشياء إش مك ديش إش مك دين فيلم إش مك كاف شبورت مخت مي شباس يعني الرياضة ممتعة أو مسلية بالنسبة إلي مخت مي شباس عبارة تستخدمها مع الأنشطة لكي تعبر أن نشاط معين هو ممتع أو مسلي بالنسبة إليك غادفاغن مخت مي شباس ركوب الدراجة الهوائية هو ممتع أو مسلي بالنسبة إلي غايزن مخت مي شباس يعني الصفر هو ممتع أو مسلي بالنسبة إلي وريادة المفضلة هي التنس تقولها لتعبر عن رياضتك المفضلة تستخدمها تستخدمها بصفة لكي تعبر أن شيئا ما هو المفضل عندك كتاب المفضل هو كيف معناه كاريها يكره Das schwimmen وهي السباحة In meiner Freidzeit leze ich gern Bücher في وقت فراغي أحب قراءة الكتب Bücher lesen يعني قراءة الكتب In meiner Freidzeit في وقت فراغي تستخدمها لكي تعبر عن أنشطة التي تحب أن تفعل في وقت فراغك In meiner Freidzeit gehe ich gern spazieren في وقت فراغي أحب الذهاب للتنزه In meiner Freidzeit gehe ich gern ins Kino في وقت فراغي أحب الذهاب للسينما Am Wochenende sehe ich auch gern Serien im Fernsehen في نهاية الأسبوع Am Wochenende أحب أيضا مشاهدة المسلسلات في التلفاز Die Serien وهي المسلسلات Das Fernsehen وهو التلفاز Serien im Fernsehen gefallen mir يعني المسلسلات في التلفاز تعجبني الفعل gefallen يعني أعجب يعجب عندما تعبر أن شيء ما يثير إعجابك هو فعل plus dativ Die Bücher gefallen mir Das Buch gefällt mir في المفرد يعني في المفرد gefällt mir وفي الجمع gefällt mir Aber Filme gefällt mir nicht وهنا النفي ولكن الأفلام لا تعجبني Die Bücher gefällt mir nicht الكتب لا تعجبني Das Buch gefällt mir nicht الكتاب لا يعجبني Mein Lieblings getränk is tea يعني مشروب المفضل هو الشاي Der getränk هو المشروب die getränke في الجمع aber ich mag keinen kaffee ولكن لا أحب القهوة عندما تريد أن تعبر عن أنك لا تحب شيء ما باستخدام الفعل mögen Ich mag ثم kein أو keinen أو keiner على حسب أداة تعرف الاسم ثم تكتبوا الاسم Ich mag keinen fish أنا لا أحب السمك Der fish Ich mag kein Fleisch أنا لا أحب اللحم Das Fleisch Ich mag keine tomaten يعني أنا لا أحب الطماطم Ich finde Deutsch lernen interessant أنا أجد تعلم اللغة الألمانية مثير للإهتمام عندما تريد أن تعبر أنك تجد شيء ما أو ترى شيئا ما مثير للإهتمام يمكنك أن تستخدم هذه العبارة Ich finde interessant مثلا Ich finde das Schachspielen interessant أنا أجد لعب الشطرنج مثير للإهتمام Und mache jeden Tag meine Übungen وأنجز كل يوم تماريني الفعل مخن هنا معنى أنجز ينجز Die Übungen وهي التمارين ترجمة نانسي قنقر